افريقا من جنوب الصحراء يرشقون الوحدات البحرية بالحجارة هذا ما اكدوا الناطق الرسمي باسم محاكم الونستير والمهدية فريد بنجحا اكد انه اثر ورود معلومات على الوحدات البحرية بولاية المهدية تفيد بمحاولة مجموعة من الافريقا جنوب الصحراء اجتياز الحدود البحرية خلصة انتلاقا من سويحل سلقطة باستعمال مركب مصنوع من الحديد ومحرك بحري تم التدخل من قبل دورية تابعة لوحدة الارشاد البحري بالمهدية ودورية ثانية تابعة لفرقة الحرس البحري بسلقطة وتم ضبط خمسين شخص من الافرقة جنوب الصحراء واكد بنجحا انه اثناء محاولة ايقافهم قاموا بالاعتداء على اعوان الامن بالحجارة مما استوجب استعمال القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم واضاف انه تم احباط ستة عمليات ممثلة منذ بداية الشهر الحالي ويتم خلالها استعمال سيارات ذات لوحات منجمية غير واضحة حسب تعبيره تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمحرس بمشاركة وحدات الادارة العامة لوحدات التدخل من القبض على شخص محل 12 منشور تفتيش لفائدة وحدات امنية وهيئة قضائية مختلفة وصادر في شأن حكم بالسجن لمدة تتجاوز 23 سنة في عملية منفصلة ايضا تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمونستير بعد استشارة نيابة العمومية من الاحتفاظ بشخص محل 20 منشور تفتيش لفائدة وحدات امنية وهيئة قضائية متعددة وصادر بحق حكم بالسجن لمدة 16 سنة كما ضبطت دورية مشتركة بين مختلف اختصاصات منطقة الحرس الوطني بتبرقة عنصر إجرامي صادر في شأنه منشور تفتيش لفائدة وحدات امنية وهيئة قضائية مختلفة من أجل تورته في قضايا حق عام ومحكومة عليه بالسجن لمدة 25 سنة حسب الإدارة العامة للحرس الوطني البرلمان يدرس مشروع قرض للربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا تناقش لجنة المالية في البرلمان بداية من اليوم مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض من البنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تموي المشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتتمثل قيمة القرض في 45 مليون أورو من ضمن كلفية أو كلفة جملية للمشروع بأكثر من 1014 مليون أورو ويقدر الجزء اللي يجب أن يوفره الجانب التونسي في 582 مليون أورو و432 مليون أورو للجانب الإيطالي وفي شرح أسباب وأهداف المشروع اللي تقدمت به سلطة الإشراف الجهة المبادرة بالقانون فإنه التمويل المفترض توفيره بشيكون بمساهمة 13.5 مليون أورو من الشركة تونسية للكهرباء والغاز وبقية الكلفة يتم توفيرها عبر قروض من البنك أدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والصندوق الأخضر للمناخ وهبة من الاتحاد الأوروبي أما عن الأهداف المرجوة من الربط الكهربائي ذكر تقرير جهة المبادرة إنه المشروع بشيخفف الضغط على البنية التحتية لإنتاج الكهرباء ويضاعف قدر التونس على تصدير الكهرباء باعتماد التقات المتجدة وذلك بإنجاز محطتي تحويل التيار المستمر إلى تيار متردد الأولى في منزلة ميم والثانية في سيقلية وتركيز كاب البحري على طول ميتين كيلومتر بين البلدين بقدرة ستمية ميجاوات إضافة إلى وضع خطوط كهربائية هوائية مزدوجة عالية الجهد تربط بين كل من منزلة ميم وغرومبيليا وغرومبيليا 2 والمرنقية احتراق سيارة لواج بمحطة المنصف بي في تونس العاصمة شهدت محطة النقل البريلي سيارات الأجرى لواج بالمنصف بي في العاصمة يوم أمس الحاجة هذه بسبب حدوث التميس كهربائي حسب مأكده صاحب سيارة اللي قال زيدة في تصريح اليوم أنه أنظمة أطفال حرائق الموجودة في المحطة كانت خاوية ووحادية الحماية المدنية لم تستطع الوصول في الوقت المناصر أكد أنه سيارة احترقت بالكامل وقال أنه سيارة على ملك شقيقه اللي توفى منذ 16 يوم فقط وهو أب لـ 14 طفل حمل مسؤولية التقصير هذا والإهمل للأطراف المسؤولة على المحطة على حسب تعبيره وزير البيئة يقول أنه فما 20 مليون دينار للمستثمرين الشباب في القطاع البيئي بشي يكون موجودة في سنة 2025 قال وزير البيئة لحبيب عبيد أن وزارة المالية خصصت اعتمادات قيمتها حوالي 20 مليون دينار لفائدة الشباب الراغبين في الاستثمار في القطاع البيئي سنة 2025 وأضاف على هيمش عرض برنامج العمل الخاص بوزارة البيئة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي أنه هذه المشاريع تهم الاستثمار على الشاطئ وإحداث مناطق خضراء وتثمين ورسكلة النفايات وغيرها أشاري لأنه بشي تم العمل على تبسيط جميع الإجرائات وإلغاء التراخيص وتعويضها بكراسات شروط من جهة توضح مدير عام البيئة وجودة الحيات بوزارة البيئة الهديشبيلي أنه الهدف منها الاجتماعي هذا هو مزيد التعريف بالاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي اللي تم أعدادها والمصادقة عليها سنة 2022 وخاصة كيفية تجسيمها من طرف المؤسسات والجهة الإدارية الجهوية والبيئة نزوح أكثر من 100 ألف سوداني إلى ليبيا قالت المفوضية السيمية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه أكثر من 100 ألف ليجئ سوداني وصلوا إلى ليبيا منذ بداية الحرب في السودان في أبريل 2023 أضفت المفوضية في بيان لها أنه أكثر من 29 ألف فرد جرى تسجيلهم لديها بعد انتهاء الصراع مما يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 48 ألف ليجئ وضحت المفوضية أن حوالي 65 ألف سوداني وصلوا عبر الكفرة وحدها بمعدل 300-400 نوفيج جديد يوميا